رحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند لسه الأصداء بالفوز بالبطولة الأفريقية وقحة للنادي الأهلي وجماهيره في كل مكان مستمرة بعد الفوز باللقب الأفريقي قلنا وبنعيد وبنأكد البطولة أصبحت دوري أبطال الأهلي مش دوري أبطال لقب تاريخي أكيد لسه هنتابع ونشوف ردود الأفعال على السوشيال ميديا الكلام مهات المنتشر على السوشيال ميديا الناس بتتذكر إيه وبتشوف إيه في السنوات الخمس الأخيرة كل ده النهار كلال برنامج التريند كل التفاصيل والكواليس والأخبار الهمة وناس كتيرة بتسأل على البطولات الكلام انتر كونتينالتا لعام عشرين اربعة وعشرين منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية من الأهل والزمالك أكيد كل الجديد وكل الكواليس هتسمعوها من خلال برنامج التريند سرعة عشان وقتنا دايئة جدا ونروح لسؤال حلقة النهاردة وعايز أسأل حضرتكم انتر كونتينالتا اللي هتنطلق إن شاء الله في نهاية هذا العام هل البطولة ممكن من وجهة نظركم تكون بنفس قوة وإمكانيات ومستوى بطولة الفيفا في السنوات السابقة ما من بطولة في قطر والإمارات والمغرب واليابان بطولات من الدول والأهل سافر للعديد من الدول وتقلق وأحرز العديد من المغرب ولكن ونحن نتكلم على كل هذه البطولات هل خلال الفترة القادمة نقدر نقول مع بطولة 2024 ممكن يقدر النادي الأهل يحقق فيها إنجاز جيد خاصة إن البطولة هيبقى من خلال برنامج التريند كل هذه التفاصيل لكن السؤال معكم على الشاشة هو رأيكم إيه في بطولة؟ نشارك فيها الأهلي بهذا العام وهي بطولة تقام لأول مرة وهتبقى بالنظام السنوي في المنزيال الأندية بوجود 32 نادي شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة برنامج التريند بالأخير بالتأكيد هستعرض أكبر قدر من أراكم على هذا النظام الحديث لهذه البطولة الوليدة لفيفا في الفترة المقبلة لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الفريق راحة خمس أيام من التدريبات وكمان تأجيل مباراة الأهلي والألمونيوم في كأس مصر وأخيرا عشر لاعبين من الأهلي في قيمة المنتخب مباراة الدور المصري والجولة الخمسة وعشرين وفيها منذ قليل وعلى ستاد 30 يونيو في الدفاع الجوي ببيراميز متقدم على الجونة قابل لاشي طيب نروح لمباراة تانية النهاردة وهتكون الساعة سبع على ستاد يستضيف نادي الزمالي دي أبرز مباراة اليوم في الدور المصري مشاهدين فاصل ثم نوصل الفترة الأخيرة كده رصدنا بعض التوقعات وكان فيه كلام كتير بخصوص التوقعات الخاصة بلقاء الفاينال ما بين الأهلي والتراجي زهابا في التوقع وشفنا كلام كتير جدا في السوشيال ميديا منتشر علمت أبراج علمت فالك نبقى فيه فرحة في القاهرة مدوية بفوز الأهلي بدورة أبطال إفريقيا هل التوقعات حقيقية هل الكلام ده أصلا حصل ولا ما حصلش بالتأكيد احنا عملنا بحث توقعات اللي تقالي دي أصلا في البداية هل كلام حقيقي ولا تريند موجود على السوشيال بيحاول يتوقع حزوزة وكل فريق الأهلي أو التراجي انتصارات الأهلي كانت من الحاجات الغريبة أن الناس تتوقع وتقول أصل الأهلي ممكن حتى ما يكسبش ممكن ما يحرس أي هدف على فريق التراجي تنسو هيخسر مباراة من الاتنين طب إحنا نحن نحن في شكل مدوي على السوشيال ميديا وكانت ريند لأنه بيتكلم على حاجة حتى سنين والمين مش لأي حد ده ملك القاضية تعالوا نسمع ونشوف افتكر الكلمة اللي قوله لك دي الأهلي بتاع أبو تريكا واي الجمعة راجع افتكر الكلمة اللي قوله لك دي الأهلي بتاع أبو تريكا واي الجمعة راجع ملك القاضية حسامها من 2020 أهلي أو منظومة الأهلي كانت بتعمل إعادة ترتيب الأوراق بعد فاينال 2017 ومام سانداونز في 2019 كان فيه إعادة ترتيب الأوراق وأول إعادة لترتيب الأوراق كانت تقلق ملك القاضية محمد مجد أفشا اتكلم بعد نهاء القرن وقال وقتها افتكر كان بيقوله حتى لزمنا المصور في المركز العلامي في الأهلي زمنا سامح قال له وقتها ايه قال له افتكر الكلمة أفريكا واي الجمعة راجع تاني ومن وقتها يا أفشا فعلا من 2020 لعشرين لعشرين اربعة وعشرين خمس أربعة دوري أبطال إفريقية لولا الحدث اللي حصل في عام عشرين اتنين وعشرين ومباراة أطلق الاتحاد الإفريقي وقيمة المباراة الوحيدة كانت بدون زهاب وقيابة لعبت في المار هيات بخمس بطولات راقم قياسي لم يتقرر من قبل ولكن أفشا أنا شكرا ركز جدا أو تركز جدا مع كل تصريحة يقوله تركز جدا مع كل كلمة بيقوله ده الموضوع بشكل يعني تريند سوشيال ميديا حتى بتصريحات أفشا الجميل التلقائية اللي بتطلع على طول لكن بعد اللي قاله في عشرين وعشرين لازم نركز مع محمد قالها افتكر كويس جدا جيل الأهل اللي حقق بطولات مع تريكا واقل جمع راجع تاني عادل ينتقم فازع الكل فازع الأخدر يعني إخيات اللي أخدروا ليه بس كسب الترج يعني كانت مباراة كبيرة جدا المباراة صعبة جدا لكن بنرفع القبعة لمحمد مجد أفشا السوشيال ميديا دلوقتي بيذكرنا بجملة تاريخية قالت في عشرين وعشرين ودلوقتي بعد خمس سنين الإنجاز الكبير فاصل ثم نوصل في أول رد فعلا على المقطع اللي كنا بنتكلم عليه من شوية محمد مجد أفشا على كلمة جيلة بوتريكا واقل جمع راجع من تاني والفترة الجاية هنكسب كل لسه من شوية كنت بتكلم مع محمد مجد أفشا كده في الفاصل بشأن الكلام اللي تقال من حول تفاصيل حلوة جدا وبرضي محتاج يعني أشرك معنا جمهور الأهلي في هذه التفاصيل لأنه عد على ناس كتيرة ومحدش ركز فيه إلا دلوقتي ويمكن احنا حتى كمان شوفنا السوشيال ميديا زي ركزت خمس سنين بعد نهاء القرن بين الأهلي والزمالك على فكرة أفشا قال لي إيه قال لي على فكرة الكلام اللي تقامل أنا وقتها اتكلمت وقلت كده لأنه كان فيه تصميم اللي أنا لازم أقولي الكلام ده عشان يبقى فيه تدرعين صعبة جدا قال لي كان فيه ضغط كبير جدا على الفريق وعلي وقال بسبب الكلم قدر قال لي بنخسر ماتشا أو بنخسر بطولة عايزينكو زي الجيل اللي كان موجود قبل كده الجيل تريكا ومت الكلمة دي كانت بالنسبة لي دايما بترن في ودني وفي ودني الجيل اللي موجود دلوقتي فكنت حريسة أقول الكلم بالقضية ممكن عشان أفكر الجماهير إن الجيل ده اللي حق البطولات دي إحنا بإذن اللي عن حاول في البطولات اللي جاي وقال ده كان هدف من وقتها قلته ليه والكل زميلي إحنا لسه لغاية دلوقتي ما عملناش حاجة تخيلوا هل يطرى ممكن بعد أربع خمس سنوات عمر إن شاء الله بإذن الله يعني ممكن نيجي وقتها ونقول إن أفشى حتى في عشرين واربعة وعشرين بعد دلوقتي من أصل آخر خمس سنوات وقتها قال إحنا لسه ما عملناش حاجة عمنا شو لكن أنا بتوقع إن محمد مجد أفشى الفترة الجاية أكيد هيتخطى علماء الفلك وعلماء الأخوة دايما في المباريات والتوقعات اللي بتتقال دايما على المرشات لكن الجيل الحالي بيستطيع وواجبنا وحقهم علينا اللي إحنا نتكلم على هذا الإنجاز الكبير جدا اللي إحنا نتكلم على أي أجيال جاية بس على فكر في الأهلي ما فيش حاجة صعبة على أي حد وشوفنا الإنجاز اللي بتحقق يا أفشى شكرا على تفعلك ودايما هنا برنامج الترند حلقة وصل ما بين نجوم الأهلي مع جماهير النادي الأهلي حلقة الوصل دايما المتصل ما بين السوشيال ميديا مع النادي الأهلي للبرنامج الترند على شاشة قناة الأهلي طيب حاجة تانية عايزة أطمنكم على أجازة لغاية يوم 2 يونيو بنتكلم خمس ستة أيام أجازة خلال الفترة إلى القاهرة بعد أجازة قصيرة بدأت من الأمس في سويسرا لمدة حوالي تدريب للنادي الأهلي يوم 2 ستة طيب الدوليين على فكرة كمان ويمكن معظمهم كده في أجازة سريعة في اليونان عدد كده من اللعيبة الدوليين سفروا إلى موجودة في اليونان دلوقتي يعني فترة تستجمام كده سريعة وراحة كده سريعة قبل لعيب النادي الأهلي ينضموا إلى المنتخب الوطني يوم 3-5 محتاج أجازة بالفعل 4-5 أيام ودي مهمة جدا وكلر على فكرة وإحنا الإسبوع اللي فات قلنا بالفترة دي أن اللعيبة الدولية ما تنضمش تاني يوم مباراة الترجي لأن الجهاز الفن عايز يريح اللعيبة لأن بعد الأجندة هترجع على مباريات صعبة جدا في الدوري كل 48 ساعة مباراة سبعة طيب حاجة تانية كمان إضافية بعد الأجازات اللي حصل عليها الجهاز والأوليين استعداد الانضمام للمنتخب يوم 3-5 رسميا تأجلت مبارتين اللي كان يلعب مع الألمونيوم والزمالك كان يلعب مع بروكسي المباراتين اتأجلوا دول بس اللي اتأجلوا مع عادة طبعا مبارات بيراميدز لأن بيراميدز انضم من خلاله اتنين لعيبة بس أهلي في عشر لعيبة لو نتكلم كده على عشر لعيبة قايمة منتخب مصر فيها خمس من العشرة محمد الشناوي ومصطفى شبير في حراسة المرم خط الدفاع محمد ربيع ياسر إبراهيم محمد هاني أكرم توفي هذه كده خمسة من الملعب في مراوان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عشور عشر لعيبة من الاصل قايمة فيها خمسة وعشرين بالإضافة إلى المحترفين وعلى رأس المحترفين الموجودين مع المنتخب سن تريزي جي بداية المعسكر يوم الثلاث وده هو موضوع في كأس مصر ده الخطاب الرسمي اللي أرسلوا اتحاده كورا النهاردو للناديين والجيل مباراتين الأهلي في كأس مصر لسه عندي كلام كتير على السورة بطولة انتر كونتيننتل الدولية بطولة اسمها صعبة أوت ما كنا بنقول بطولة فيفا كاس علم أندي لفاصل ونرجع نتكلم على كواريس هذه البطولات المستحدثة للنادي الأهلي خلال الفترة استفسارات كتيرة وأسئلة كتيرة إمتى الأهل والزمالك هيلعبوا السوبر الإفريقي؟ إمتى الأهل والزمالك هيلطقوا بعد حوالي 30 سنة في مشهد متكرر للسوبر الإفريقي بعد المباراة اللي أقيمت آخر مرة وجمعتهم في السوبر الإفريقي في جوانسبرج عام 94 وقالت تخيلوا بعد 94 وبعد 30 سنة بعد ما كان الكابتن أحمد شبير هو حارس مرمى الأهلي في جوانسبرج قد يتقرر الموقف بعد 30 سنة وممكن يكون حارس المرمى وقتها مصطفى شبير يعني أعتقد يعني هتبقى لقطة غريبة جدا شوية بعد السنين والعمر ده كله بعد الكابتن شبير هيكون مصطفى شبير في حراسة مرمى الأهلي وقتها لما نشوف بقى وقتها سواء شبير أو الشناوي الحمد لله الأهلي عنده مركز حراسة المرمى أفضل حراس في مصر حارس مصر الأول الشناوي حارس صاعد واعد البطولة تتلعب إمتى؟ ناس كتيرة بتتكلم البطولة تتلعب 25-6 أنا بس عايز أفكر الناس أن 25-6 ده معاد الأهلي والزمالك في الدور العام أهلي والزمالك في الدور العام هو 25-6 ولكن هل ممكن البطولة تتلعب في الصعودية؟ ده وارد بنسبة كبيرة جدا حسب الاتفاقية اللي تمت ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد السعودي قبل سنة وعلى أثر هذه الاتفاقية مدينة الطائف استضافت مباراة الأهلي والتحاد العاصمة الجزائري طيب هل ممكن يتقرر المشهد؟ آه يتقرر طبعا أهل وزمالك وبالتأكيد هيكون حدث كبير جدا في تسويق وماركتينج برقم خيالي سواء للاتحاد الإفريقي أو حتى للفريقين إن شاء الله بإذن الأهل يكون فائز مش هيبقى 500 ألف دولار لا ممكن الجائزة توصل لمليون دولار بطل السوبر الإفريقي ممكن يوصل في الجائزة المقبلة لمليون دولار وأعتقد دعيب رقم كبير جدا هنشوف كواليسه في الفترة اللي جاية والأخبار اللي هتطلع من الاتحاد الإفريقي ولكن المسؤولين في الكاف حاليا أجازة إمتى يجتمعوا ويشوفوا ويخططوا للسوبر الإفريقي أعتقد بعد شهر ستة ليه؟ لأن الكلام هيبقى على تنظيم وترتيب حدث كبير جدا بنسبة كبيرة قد تقام هذه المباراة في شهر تسعة أو في شهر عشر لأن الحدث ده مختلف تماما عن مباراة الأهل والزمالك في الدوري العامل اللي كانت تتلاح في السعودية لولا عدم وجود بنودة قانونية واضحة تسمح لنقل مباراة الدوري في خارج الأراضي المصرية لكن البطولة فيها ترتيبات كبيرة جدا بنسبة كبيرة طبعا هتتلعب في السعودية هتتلعب إمتى وفين وإزاي؟ لسه شوية وقت لأنه كمان في نقطة مهمة جدا لا علاقة بالقايمة لو الفرقتين هيلعبوا الشهر الجاية هيلعبوا بقاني قايمة قايمة إفريقيا اللي خلاص انتهت ولا لسه هنستنى ونشوف مواعيد القيد الإفريقي عشان على أثر هذا المواعيد أو هذه المواعيد هنعرف البطولة تتلعب بالقايمة الجديدة ولا بالقايمة الإضافية زي ما حصل في مطش اتحاد العاصمة حاجة تلتة أخيرة هنستنى ونشوف معاد مباراة الأهلي هل هيلعب أول جولة تمهيدية في بطولة انتر كونتينينتل فيفا عشرين اربعة وعشرين ولا الأهل هيبقى باي أول جولة بعد القرعة وهينتظر الفائز من العين الإماراتي وأوكلاند سيتي نيوزيلندي طبعا كلام كتير جدا بيتردد في الموضوع ده ويمكن شايفين موقع الفيفا لما تكلم على مشاركة الأهلي أول مباراة الأهلي أو العين طبقى للقرعة اللي هيلعب فيه و هيلعب على أرضه مع أوكلاند سيتي ولو كسب وراح للمرحلة التانية المباراة التانية هتكون على ملعب الفريق اللي خد باي أو خد راحة من المباراة الأولى يعني العين لو هيلعب أول مباراة هتكون في الإمارات ولما العين يكسب هيجي لعب الأهل في القاهرة ووقتها لما الأهل إن شاء الله ربنا يكرمه يكسب هننتظر لغاية 14 ديسمبر لما نشوفها اللاعب مين بطل أمريكا الشمالية ولا بطل أمريكا الجنوبية والكسبان هيلعب 18 ديسمبر مع بطل أوروبا في نهاية هذا العام لكن موعد المباراة التمهيدية إمتى لسه محدش يعرفه الأورى هتتعمل إمتى لسه محدش يعرفه من اللي يحدد كل ده فيفا الاتحاد السعودي الاتحاد الإفريقي هل في مباراة الشهر الجاي؟ أنا بقول لكم الأمر من الرابع المستحلات لسه في ترتيبات كبيرة جدا وتحضير لهذا الحدث القري الكبير اللي بيتقرر للمرة التانية بعد 30 سنة من مشاركة الأهل والزمالك في شوهنسبرج في أول سوبر أقيم خارج ملعب بطل دوري الأبطال أكيد إن شاء الله بإذن للأهل يقدر يرجع هذه البطولة بعد مخسرة من 30 سنة من الزمالك يستعيد هذا اللقب في عام 2024 و بإذن الله تبقى البطولة التسعة زي ما كسبنا دوري أبطال إفريقيا التسعة على حساب الزمالك بإذن الله فاصل ثم نواصل طيب كنا طرحنا سؤال مهم جدا لكل السادة المشاهدين بخصوص بطولة الفيفا المستحدثة خلال هذا العام بطولة انتر كونتنينتل اللي هيشارك فيها الأهلي لأول مرة أول فريق إفريقي بيشارك في هذه النسخة الجديدة من مشاركات فيفا اللي تم الإعلان عنها بعد تعديل النظام وإقامة مونديالي الأندية كل أربع سنوات قبل بطولة كأس العالم بسنة 20-25 في الولايات المتحدة الأمريكية 20-29 بنسبة كبيرة هتكون ما بين المغرب وإسبانيا فأكيد في السنوات الفردية هتكون فيه بطولة فيفا انتر كونتنينتل الأهلي هيشارك فيها أكيد هيبقى فيه قرعة هنعرف الأهلي هيلعب مين في أول مباراة هلا هيبقى باي ولا هيلعب مع أوكلاند سيتي وانتظر العلين الإماراتي في المباراة التانية ولا الأمر هيبقى معكوس العلين الإماراتي هو اللي يبدأ ثم يواجه الأهلي لو فاز على أوكلاند سيتي عموما البطولة نظامها مختلف شوية وهيبقى فيه شرح كتير لها الفترة اللي جاية ومع نظام القرعة اللي هيتم تحديده هنبدأ نشوف شكل البطولة لكن تعالوا نشوف كل الناس اللي شاركت معنا في الإجابة على السؤال رأيها إيه في البطولة اللي هتبدأ إن شاء الله في آخر هذا العام هاني بيقول أكيد بطولة بشكل ونظام جديد وستكون محل أنظار الجميع ودائما الأهلي معودنا أنه يشارك في كل البطولات وأي بطولة بيشارك فيها الأهلي بيكون لي بصمات إيجابية كما عودنا وكالعادة يا سادة الأهلي مشرف للقرى المصرية في كل البطولات العالمية كل التحية والتقدير للنادي الأهلي العظيم أستاذ محمود بيقول الجميل أنه سيكون متاحا لجمهير أندية مستلقال أن تشاهد فريقها في هذه البطولة في الملعب وعلى أرضها كمان بعد أن كان صعبا السفر لبلاد أخرى نشوف الرأي الثالث تالين بتقول تحياتي للترند وللقضي شكرا جزيلا لحضرتك بتقول مش مهم النظام الأهلي نادي مؤسسي وملتزم بكل شروط البطولات مش زي غيره المهم أن الأهلي أول نادي إفريقي ومصري يشارك في البطولة المهم أن الأهلي هيشارك مع أبطال القرات الخامسة دايما الأهلي في الرياضة الحمد لله عندنا دايما كده أن كل البطولات التاريخية تبص وتشوف مين أول نادي هيشارك دايما هتلاقي النادي الأهلي ده على مدار التاريخ سوافق أسعالم أندية سوافق ألقاب إفريقية دايما وأبدا الرياضة داخل النادي الآن في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء